خليني بقى أبدأ أستعرض مع حضراتكم مشاهد للتوثيق عشان تعرفوا أن النادي الأهلي دائما مختلف النادي الأهلي في منطقة أخرى هبدأ مع حضراتكم زي ما كابتن سيد معوض قال وزي ما احنا كنا أو لمن يفكر لمن يفكر سيبكم من شمهورش والجن والكلام اللي بيتسمع واللي بيتقال ده حاجات يعني بصراحة أنا مش عارف لكن تسيبكم الكلام ده خلينا نتكلم بالمنطق إيه اللي حصل قرار تاريخي خده كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته وإدارة الكرة باستكمال مسابقة الدوري الموسم اللي فات باللاعبين الناشئين والعائدين من الإصابة زي ما حضرتك شايفه تعرف على قرارات مجلس الإدارة أولى قرارات مجلس الإدارة في هذا التوقيت يعني وبالنسبة لي هو ده بداية الفوز بالأربع بطولات اللي أنا فوزت فيهم هذه الأيام الكلمتين أو السطرين اللي حضرتكم شايفينهم أنا بشوف أن السطرين دول سطرين للتاريخ تخيل حضرتك لو كان حصل حاجة العكس كان إيه اللي حيحصل في الكابتن الخطيب طيب إيه اللي حصل استكمال مبالاة الدولة العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة ويقوم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة ساعتها كابتن محمود الخطيب طلع على شاشة قناة الأهلي واتكلم عن هذه الأمور فقرار إيه راحة اللاعبين الأساسيين أو هذا القرار كان له تأثير إيجابي جدا وكان له هذا التأثير الكبير على مستوى النتائج الفترة الأخيرة والحمد لله أن في هذا البرنامج ومن هذا المكان ومن المكان وينك عند الكابة لما كنا نعب بنتكلم وانا الناس تريقت علي الناس تريقت علي أن أنا بقول إن 11 صفق الناس اللي طالعة تقول لك يعني الناس ما شافتش الجون بتاع محمد عبد من أينفة بتقول إن ده جون شامهورش اللي بيجيبوا أو هما بيقولوا أو بيتكلموا بهذا الشكل فاتخيل حضرتك إن الناس دي تريقت علي لما كنت بقول حاجة منطقية في كرة القدم ولكن عشان هما ما يعرفوش عن إيه كرة قدم وما يعرفوش إن ده إن فيه وعمرهم ما لبسوا شرطات فما يعرفوش يتكلموا مش عارفين يقولوا إيه بيدربوا أي كلام اللاعبين في الوقت ده كانوا بيعانوا من إجهات كبير جداً وضغط مباريات كبير جداً وفعلاً من وجهة نظري أن هذا القرار كان قراراً للتاريخ وكانت البداية في المشهد الأول بهذا القرار اللي خلانا وجهة نظري وكانت وجهة نظري كبت خطيف في ذلك الوقت وأقنع الناس كلها بيها دلوقتي نحن فوزنا بأربع بطولات طب المشهد الثاني المشهد الثاني من هذا الأمر هو فيلم لما نكرر أو نتذكر الفيلم اللي احنا بتتكلم فيه ده هتلاقي إن طريق الإنجازات اللي اتحققت كانت المشهد الثاني في هذا الأمر في طريق الإنجازات التعاقد مع مارسيل كولر كابت الخطيب ولاجرة التخطيط تعاقدت مع هذا المدير الفني اللي كان وقتها بيقول لك أصله مش قادر يمشي أصله تعبان أصله كبير أصله ممسكش أندية قبل كده أصله ده بيمسك منتخبات بس على الأساس اللي بيمسك منتخبات بس ده وصم تعار في تاريخه وفي جبينه المدير الفني اللي حضراتكم تتكلمه أو اللي كانوا بيتكلمه عنه ساعتها هو قالوا أنه هو ما عندهش فكرة ما زالوا واحد بيقول كده لغاية دلوقتي اللي أمام حضراتكم هو ده اللي حقق ما حدث خلال الفترة السابقة وبإيه بسبب قرار اتخذته لجنة الكرة أو إدارة الكرة في النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بالتعاقد مع هذا الرجل اللي حقق كل البطولات اللي نفس عليها حتى الآن وحقق العلامة الكاملة بتحقيق أربع بطولات من أربع بطولات كولر اللي ظهر بشخصية نادي الأهلي كولر صاحب الشخصية الرائعة اللي قدر أنه يجمع كل اللاعبين أفضل من قامه من وجهة نظرنا بعملية التدوير في الفترة الأخيرة المشهد اللي حضراتكم شايفينه إذن المشهد الأول قرار تاريخي بإراحة اللاعبين المشهد الثاني التعاقد مع مارسيل كولر طب إيه المشهد الثالث من وجهة نظرنا المشهد الثالث المهم جدا هو تعامل النادي الأهلي ومجلس إدارته مع الأزمات يعني الأهلي خسر الدوري السنة اللي فاتت وكان هناك مطالبات من بعض الجماهير الأهلوية وبعض من لا يشجع النادي الأهل الأهلوية على دماغي من فوق يقول اللي هم عايزينه حقه التانيين كانوا بيقولوها بأغراض أخرى لكن أزمة من الأزمات أن أنت خسرت الدوري وكيفية تعامل المجلس وإدارة الكرة في النادي الأهلي مع خسرتك للدوري سنتين وربعات وده مش طبيعي ساعتها النادي الأهلي أو إدارة الكرة في النادي الأهلي تعاملت مع هذا الأمر بمنتهى الاحترافية رياحة اللعبة تاني الأمور واللي شفناها في دور المجموعات تعرض النادي الأهلي لهزيمة كبيرة جدا من سانداونس مش متعودين أن احنا نتغلب بهذا الشكل احنا مش متعودين نتغلب نص صفر فما بلج بهذا الرقم خمسة اثنين ولكن هذا التوقيت تعامل كابتن محمود الخطيب أنا هنا بقى حشاور على كابتن محمود الخطيب اللي عقد عديد من الاجتماعات سواء مع كولر وبحضور طبعا كابتن حسام غالي ولجنة التخطيط أو مع كابتن سيد عبد الحفيز علشان يعمل ايه؟ علشان يدرس الموقف ويشوف القرار عايز ايه؟ ايه القرار اللي ناخده كمسؤول عن كرة القدم في النادي الأهلي بقرار مجلس إدارة والمدير الفني عايز ايه؟ وايه احتياجاته؟ وايه المعوقات؟ اجتمعت لو تفتكروا أمام حضراتكم هو لجنة التخطيط مع كابتن سيد عبد الحفيز علشان ايه؟ علشان يوجد حلول سريعة ونعيد ترتيب الأمور من جديد هو ده الفكر الإداري اللي لازم حسب عليه كابتن خطيب بعيدا عن القرارات السريعة الغير مدروسة فهنا أنا بقول إن كيفية التعمل في الأزمات كيفية التعمل في الأزمات إن أنا قدر تعدي الأزمة دي بمنتهى العقلانية ولما اتكلمت أنا مثلا مع حضراتكم في هذا الأمر من خلال بيت الكبير قلت لكم إن المركب في وسط البحر ما ينفعش نغرقها بالعكس لازم نمسك إدنا في إدن بعض ها؟ ودي كلمة من الكابت الخطيب كانت معايا تحديدا وما كنا بنتكلم قال لي كده فلازم نمسك إدنا في إدن بعض ونعدي وعدنا وكسبنا البطولة